أعوذ بالله وفي هذه الكلمة الداء والدواء وهذا العنوان استعرته من الإمام ابن القيم رحمه الله وهو عنوان أحد كتبه ونتحدث هنا عن المعنويات وليس الماديات فالداء المقصود به الدنب والدواء المقصود به التوبة تعرفون رحمكم الله أن الذنوب حمل عظيم ووبال شديد إنها ميكروب للأبدان وأكبر ملوث للأرواح هذا الذنب يفسد على صعيد واسع يفسد الفرض ومن خلاله ينتقل إلى الأسرة ومن الأسرة إلى المجتمع ومن المجتمع إلى البشرية ككل ثم يتجاوز ذلك إلى كل خلق الله وذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يدي الناس وأضرار الذنوب لا تعد ولا تحصى من ضمنها الحرمان من العلم والحرمان من الرزق وأن الأمور بسبب الذنوب تتعسر ولا تتيسر ومن أتآثارها كذلك الهم والغم والظلمة في القلب إلى غير ذلك من من الآفات وهذه الذنوب أكبر ما تحديثه أمران الأول أنها تميت القلوب إن ضررها معشر الإخوة على القلوب أشد من ضرر السموم على الأبدان ولله در الشاعر الحكيم إذ يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يوريت الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عسيانها الأمر الثاني أنها تكبل الجوارح وتقيدها وتمنعها من فعل الخير وذلك هو المشار إليه في حديث الوضوء الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا غسل ابن آدم أعضاءه تساقطت الدنوب من عليها ومن ابتلي بالذنب يجب عليه أمور الأول أن يستر نفسه فلا يجوز له أن يفضح نفسه وقد ستره الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن لا يحتقر الذنب مهما كان صغيرا إذ لا صغيرة مع استمرار ولا كبيرة مع استغفار وأصعب شيء بالنسبة للعبد أن تصغر الذنوب في عينه قال أحد الحكماء إن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وتلك هي علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله تعالى الأمر الثالث الندم ابكي على خطيئتك يا ابن آدم الأمر الرابع وهنا ننتقل من الداء إلى الدواء التوبة والاستغفار فالتوبة ترجعك إلى الله والاستغفار ينظف قلبك والله تعالى يريد لنا التوبة يقول عزم القائل والله يريد أن يتوب عليكم الله تعالى من أسمائه التواب والتواب يحب التوابين يجب على العبد أن يبتعد عن معيقات التوبة وهي كثيرة ومن ضمنها التسويف قال تعالى وإن منكم لمن لا يبطئا والتوبة واحدة من سبعة أمور تجيب فيها المبادرة ويجيب فيها الإسراء جمعها الفقهة في قولهم بادر بتوبة قيران والدفن بكر صلاة مع جهاد ديني هذه الأمور تحتاج إلى المبادرة ومن ضمنها التوبة وهناك كلمة حكيمة لواعد وعالم متميز وهو الإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى يقول وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على التوب إما أن تعجل غسله وإلا انبسط تصوير يعني بديع عندما تسقط قطرة من الإدام من الدهن على توب ما إذا عاجلها صاحبها بالماء والصابون والتنظيف تزول ويبقى التوب نقيا طيبا طاهرا وإذا أهملها تسيح بعبارة ابن الجوزي ومعنى أنها تسيح تعم هذا التوب كله وتنبسط فيه وتجعله لا يصلح لي شيء أيها الإخوة الكرام أطيعوا الرحمن وعصوا الشيطان هلموا إلى رب عفو غفور جواد كريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل آياتيكم العذاب ثم لا تنصرون الآيات وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد التائبين والمستغفرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين